ايه التوجيهات البسيطة اللي لازم الأولياء الأمور يكونوا حارسين عليها وفي نفس الوقت منه غير ما يعقدوا الأمور طيب سؤال مهم جدا ايه طبيعة مرحلة السنوية العامة السن هو في سن المراهقة عنده ضغوط مراهقة طبيعية جدا ودي عملاله مشكلة تمام عنده أفكار لسه جديدة بالنسبة له وعنده مخاوف فهو عنده من الضغوط ما يكفيه حتى لو كان يشعر باللا مبالاة ومش مهتمة أصلا ده في حد ذاته دليل أنه عنده ألأ وتوتر فممنوع أنك تنتقضه انتقاض صعب جدا النقد في هذه الفترة بالذات ممنوع ويعتبر مجرم ومحرم المقارنة أنك تقرنه بنفسك وانت لما كنت عدد الساعة اللي بتذاكرها ودروسك وحلل امتحاناتك وحاجات الجميلة اللي انت كنت فيها دي تجربتك أو حتى بغيره محيطه بأخوه أخته أو صداره قريبه ابن عمه ابن خالي اللي هي المقارنات الصعبة جدا اللي بنعملها اللي هو نعمل حاجة صعبة كمان إن أنا ممكن أزمه إن أنا أقول عليه إنه تأدأك وحش إن يطول الوقت بوجه له اتهامات لازع فالحاجات دي كلها من الحاجات اللي بتعمل عليه ضغط شديد كده وبتخليه يشتت أو ممكن كمان يقول لك أنا مش داخل السناتي أنا من اللي أنت بتقوله وتوجهني لي فأنا ممكن لو فيه ممكنين أأجل أو على حسب الإجراءات الموجودة بيتخذها علشان ما يدخلش أو إنه ينفر تمام من السنوية العامة أو طول الوقت هو بيفكر هم شايفيني إزاي فناخد بالنا جدا من الرسائل دي لإني محتاجين نوفر لأولادنا الأجواء الهادية خلينا فاكرين إن في السنوية العامة هو عنده ألأ الألأ ده لو ما توظفش هيبقى عامل زي البنزين اللي انت مش حطه في عربية ولا حطه في مكينة معينة توددلك بطاقة فدي مشكلة الألأ وخلينا أقول حاجة مهلمة من خلال الصباح أخير من مصر ألأ وتوتر السنوية العامة مش ألأ شر أو ألأ خبيث زي ما احنا فاكرين بالعكس لو وظفنا توظيف حقيقي هيكون ألأ حميد يعني إيه زي الطاقة أنا ممكن أشتغل بها مصنع ممكن أشغل بها عربية ممكن أشغل بها أجهزتي في البيت أستخدمها وممكن لو أساءة استخدامها تعمل لي مشكل خطيرة فكذلك الأمر الألأ اسمه ألأ دافع مش ألأ مرضي ألأ صحي خفض لهذا الألأ من خلال المذاكرة طب تعملوا إزاي دكتور علي يعني حركة الكلمة دلوقتي عن دور الأسرة وأنهم لازم يوفروا أجواء مناسبة ويبقاش فيه مقارنات ويبقى فيه كلام كويس للابن والابنة أنا بقى كطالب ثنوية عامة أو طالبة هتكلامهم تقول لهم إيه إزاي يتغلبوا على الضغط النفسي وحالة الألأ اللي هم شايفينها في كل اللي حواليهم دي سنة مهمة دي امتحانات حتحدد بصير حياتك مفيش حاجة اسمها الحل السحري اللي انت بتتخيله تقوله اليوم عشان تهرب من حالة الضغط وخليك فاكر أن الضغط والتوتر والألأ هو وظيف بس بلاش تقول عليه ضف تقيل لأنك لو قلت عليه أنك ضف تقيل هيبدأ يتنطط لك في البيت ويعفرط لك الدنيا فرحب بيها دي جدا نقول له أهلا وسهلا بيك أيها الألأ للتعليم دي حانات وخلينا نذاكر مع بعض خلينا نشوف الأسئلة عاملة إزاي فهو زي الطفل الشقي هتلو لعبة يتسلى فيها فالألأ والتوتر ده هتجيب له لعبة المذاكرة وتقوله طب نشوف الشيط ده طب نشوف البوكلت ده نشوف الأسئلة دي نشوف الأسئلة القديمة طب بتيجي نحلها من نفسنا كتمرين على امتحان فده هيخفض حالة الألأ وكلم برضو نفسك على فكرة أنه هي معظم الألأ والتوتر وهي أفكار ذاتية ومن خلال صباح خلال مصر أقول لك يعني أي مفهوم الألأ والتوتر بتاع السهنية العامة مفهوم الألأ والتوتر بتاع السهنية العامة هو عبارة عن تخيل أو سوق استخدام التخيل سوق استخدام التخيل فسوق استخدام التخيل ده انت متخيل انت هنيق plugin صعب جدا متخيل انLA مش هتقدي متخيل كلها أفكار سلبية فبالتالي لازم يكون عندك قدر كافي من الأفكار الإيجابية اللي بتدعم بها نفسك وتطمم بها نفسك واحدة من الحاجات دي هي المذاكرة آه ده لا غنى عنها التسعة تسعين في المية وأنك تبدأ تذاكر بعد كده كلامك ما بين أصدقائك لازم تنهين كلام الأصدقاء اللي يقول لك أنا مش مستعد أو أنا الدنيا ضعت مني أو المادة رحت مني أو أنا مش عارفة لم الدنيا ده تجربة هو خاصة بهو وإزاي ما تجربة والدك هي خاصة بوالدك لكن ده لازم يبقى عندك إمام بقدرتك الشكوى كمان اللي بتجيلنا الزاكرة الزاكرة مش بتخونة غير لما أنت تتخونها بمعنى إيه طول ما أنت واصلا زكرت ضعيفة المعلمات مش بترجع أنت كده بتتهم العقل الباطل اللي هو المسؤول عن استرجاع المعلومات في اللجنة بأنك أنت مش شغال فهيقول لك خلاص اشتغل مع نفسك أنا مش شغال مش شغال طول ما أنت بتنتقدني ومش شايف أن أنا شغال لكن كلم نفسك كلام حقيقي وده بيجيب نتائج كويسة جدا جدا لأ أنا واثق من أن أنا زكرت مرة واثنين وحلت الأسئلة فده عندي المعلومات مستجلك ويسة جدا وما فيش مشكلة خالصة عندي في جزئياتي اتكلمنا على الأصدقاء السوء أن هو اللي بيقول لك نقص البيضة اتفد عنه شوية أو تحجم علاقته بعد كده فيه وقت مستقطع الوقت المستقطع ده لازم نلمه شوية يعني ما نسيبش نفسي شوية على السوشيال الميديا وبحجة أن أنا بس فيه وده السؤال يبقى لك يا دكتور في بعض الأسر بتشوف أن وقت الامتحانات ده أو قبل كمال الامتحانات بشوية ده وقت مقدس لا فيه زيارات عائلية ولو حد لو فيه طالب أو طالبة ما عندهم تمرين أو بيمارسوا مثلا رياضة ممنوع ما فيش خروج ما فيش مسلسلات ولا فيه أي نوع من أنواع الترفيه بيبقى موجود غير أنه طالب السنوية العامة هو قاعد بس بيذاكر ولازم بيكون بيذاكر كمان فيه مشهد معين ولي الأمر متخيله يعني أنه يكون قاعد على المكتب بيذاكر طول الليل لكن أي وقت مستقطع زي ما حضركم بتقول أو حتى سير الحياة الطبيعية بيتلغي تماما ده صح ولا غلط؟ غلط لأنك أنت بتنقل حالة المرض اللي عندك كوليه أمر لإبنك هو في الحالة دي اللي هو عايزه إنه قال إيه أنا وفرت الأجواء لإبني عملت له المعسكر شفته قاعد صهران وجنبيه كوبات القهوة الكبيرة قوي دي أو كده وكده قاعد للصبح فهنا كده عملت اللي علي كده الأب والأم بيطمينوا نفسهم أو بيريحوا نفسهم أو بيحسوا أن هم عملوا اللي عليهم فضل إنت اللي تعمل اللي عليك خلينا أقولك أن تنظيم الوقت هو مهم جدا بس لازم في الوقت ده يكون فيه ممارسة نشاط رياضي على فكرة أنا مش ضد الرياضة بس نقدر نزبط الوقت يعني ما يفعش يكون النادي اللي بيمرس فيه أو الجيم بعيد جدا وأقوله مارس رياضة أنت كده بتضيع لأربع ساعات لكن أنت ممكن تنزل تجري نص ساعة ده بيخفط هرمون الكورتزول اللي هو بيساعد على رفع الألأ وبيخليك أكتر نشاطاً وأكتر زهنياً صافي وعندك قابلية التعلم الحوار الده فيما بين الأسرة سواء قبل الأكل أو بعد الأكل اللي هي ممكن تاخد نص ساعة أو اليوم كل عبارة عن ساعة ونص مثلاً مستقطع دي ما فيش مشكلة فيها بس لازم يكون فيها كلام داعم ما يكونش فيها انتقاط بيكون فيها حوار لو هو مهتم جداً بالرياضة ومتابعة المتشاط الكورة يتابع بس المتشاط اللي هي النهائية اللي هي اللي هو لو ما سمعهاش هيبدأ هيبدأ يجادل معايا ويبقى متعكنين فأنا هوظف له الجزئية دي هيبقى شكل كويس جداً هي مسألة تنظيم الوقت